بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة سؤال يكرره الملحدون ونجده على الفضائيات وعلى مواقع الملحدين ما الذي يدريني أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به لماذا لا يكون مثل كثير ممن كذبوا على الناس والدعو والدعو النبوة والدعو أنهم آلهة حتى وجرى وراءهم الملائين أو سار وراءهم الملائين طيب ما الذي يدريني أن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام صادق يعني هو بالفعل رسول الله إلى الناس جميعا وليس مجرد يعني رسول عادلة رسول إلى الناس جميعا ما الذي يدريني انظروا أحباتي في الله طبعا نحن في هذا اللقاء لن نقدم الحقائق العلمية على رغم من كثرتها لن نقدم الحقائق المنطقية ولا نلجأ سواء إلى القرآن أو إلى العلم أو كذا سأتبع أسلوب جديد الحقيقة أنا أنا شخصيا أتبعه ليطمئن قلبي دائما المؤمن بحاجة ليطمئن القلب أول شيء أيها الأحبة هل لديكم دينا أفضل من هذا؟ هل هناك شخص جاء بتعاليم أفضل من هذه التعاليم تحقق سعادتي ومصلحتي والحياة المستقرة في الدنيا وبعد الموت؟ إذا كان موجود أهلا وسهلا دلوني على هذا الكتاب ما هو الكتاب الذي يجعلني سعيدا لحظة الموت؟ كتاب واحد طبعا لا تقول لي كتب الملحدين التي تقول لك إنك جئت من قرد وتطورت وستموت وستتحول إلى تراب طيب أنا لي حق عند إنسان مثلا كيف سأكون سعيدا لحظة الموت؟ وأنا ظلمت وأوذيت وهضم حقي كيف أكون سعيدا إذا لم يكون هناك أمل أن يرد لي هذا الحق؟ إذن نظرية الإلحاد تفشل في تأمين السعادة أو تحقيق السعادة لحظة الموت طيب أنا الآن محتار هناك طريق تستطيع أن تتبع الشهوات الزنا الفاحشة المثلية الجنسية الربا إلى آخره يعني الخمر المخدرات القمار أو الميسر طيب هل هناك دين يعني يضمن لي السعادة ويضمن لي النجاة من هذه الآفات؟ نحن نعلم أن الخمر يسبب سبعة أنواع من السرطان هذا حسب المجلة الطبية البريطانية والخمر يشوه الشريط الوراثي DNA يشوه الخريطة الجنية للإنسان على فكرة من هنا ينشأ السرطان وتنشأ المشاكل إذن أنا الإسلام مريح بالنسبة لي عندما يقول لي هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام ويحذرني لعن الله في الخمر عشرة شاربها طبعا أنا أقول الرواية بالمعنى يعني شاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائع ثمنها ومعتصر وكذا كلها من يشارك في هذا الخمر لعنه الله إذن هذا التحذير يجعلني أبتعد عن الخمر أنفر من هذه المادة الخبيثة طب هذا أمر جيد أنا حقق لي السعادة بصراحة طيب أنا عندما تركت التدخين وتركته ليس لسبب طبي أو لسبب لا أنا تركته لأنني أعتقد أن الله لا يرضى عني وأنا أدخل إلى جوفي مادة خبيثة فيها أربع تلاف مادة سامة السجارة هذه التي تأخذها فيها أربعة آلاف مادة سامة والله تعالى يقول لي في القرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول لي لا ضرر ولا ضرار طيب إذن أنا هذا كان محفز لي أن أترك الدخان طيب في ظل الإلحاد ليس هناك أي تعاليم واضحة هم يقومون بدعايات لإغرائك بالدخان ثم يقول لك يعني هو يسبب السرطان ولكن يجب أن يعني لا مانع من أن تتناول أو تشرب الدخان لأنه شيء جيد يأتون بممثلات بفنانين يدخن وكذا ليثير في داخلك وهي مدروسة نفسيا ليكسب من ورائك المليارات تكسب هذه الشركات على حساب صحتك إذن نظريات الإلحاد هنا تفشل في تأمين الصحة الجيدة لي طيب نظريات الإلحاد وغيرها من النظريات الموجودة حاليا تبيح لك الإختلاط بالنساء وأحيانا تبيح لك ممارسة الجنس بالتراضي مدام برضاء الطرفين كثير من القوانين التي وضعها البشر تبيح للإنسان ذلك طيب أنا عندما أرى أن كل إنسان يزني لابد أن يصاب بأمراض منقولة جنسيا وكمية الأمراض تتناسب مع كثرة الزنا يعني قد يزني مرة مرتين عشرة ولكن عندما يستمر فتأتيه هذه الأمراض المنقولة جنسيا بكتيريا وفيروسات وغيرها والتي أصابت ثلث الشعب الأمريكي في إحصائية عرضناها مؤخرا معروفة جدا عالميا ثلث الشعب الأمريكي المصاب ثلث وربع الفتيات تعرضنا للإغتصاب هناك إلى آخره يعني إحصائيات معروفة وإرجعوا إلى وزارة العدل الأمريكية وإلى موقع CDC الخاص بمراكز السيطرة على الأمراض ومن انتشارها وكذا مختص بهذه المسائل يعني يقدم إحصائيات دقيقة طيب أنا الإسلام عندما قال لي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلة والنبي حذرني من ذلك والقرآن قال وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَةً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابِ خَوَّفَنِي لِمَاذَ لأن النفس البشرية التخويف يجعلها تستقيم ما الذي يجعل الناس في الغرب خصوصا يعني يلتزمون بإشارات المرور لأن العقوبة قاسية هناك جربوا في أي مدينة أي مدينة لنقوم بتجربة يلغى فيها قانون السير ستجد كل يوم ألف حادث لماذا؟ لأن النفس البشرية جامحة فعندما تخوف هذه النفس وبنفس الوقت ترغبها بأنك إذا تركت هذا العمل ستحقق فوائد واحد اثنان ثلاثة إذا تركت الزنا ستحقق فوائد رقم واحد تحمي جسدك وصحتك وأهلك إذا كنت متزوج تحمي زوجتك وأولادك من الإيدز ومن مشاكل كثيرة طيب الفائدة رقم اثنين أنت تحمي يعني نحن نعلم فضائح مثلا الرئيس أمريكي معنى أنهم يبيحون كل شيء على رغم من ذلك تجد منصب الرئيس أو الوزير أو منصب كبير إذا يعني مارس هذا الشيء فضيحة إذا هم في داخلهم يعتقدون أن هذا الشيء خاطئ الزنا والشذوذ الجنسي يعتبرونه خاطئا في قرارة أنفسهم ولكن لا يعترفون طيب أنا الدين الذي يمنعني من ممارسة هذه الفواحش لأنه يريد لي الخير ويقول ذلك هو يخبرني الله عز وجل يخبرني أنه يريد لي الحياة الطيبة يريد لي ما معنى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ما معنى ذلك معنى ذلك أنك إذا التزمت ما هو العمل الصالح أن تلتزم بالقرآن الكريم التزامك بالامتناع عن الزنا الامتناع عن الخمر يضمن لك الحياة الطيبة طيب هذا شيء جيد إذن هذا النبي لماذا أتبعه أنا ليس لأنه كما يقال دخل في الغار وخرج قال أنا نزل علي الوحي طيب لو كان كذلك قومه يشربون الخمر كان أهم من الماء بالنسبة إليهم يعني حتى قصائد الشعر الجاهلي لا تكاد تخلو قصيدة من التغزل بالكأس والنساء والحبيبة وإلى آخره معروف يعني كان الزنا وشرب الخمر هذا رقم واحد لديهم لماذا يحارب ويكافح ويخرج من أرضه ويتحمل ويؤذى من أجل أن يمنعهم عن هذا الشر طيب إذن هل هذا يريد لهم الخير يعني مثلا طبيب يأتي ليفعل كل شيء ويتحمل الأذى ويصبر ليمنعك من التدخين وشرب الخمر ويمنع عنك هذه الأمراض وما ينتج عن هذه العادات السيئة من أمراض طيب أنا أقول هذا الطبيب يريد لي الشر لا بالعكس طيب من الذي أخبر النبي في ذلك الوقت دعونا نفكر أيها الأحبة لا نأخذ شبه من الملحدين ونمشي وراءها وانتهى الأمر لا فكر فكر بعقل ما الذي يدعو هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يحرم الخمر بشدة يحرم الكذب بشدة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا تحذير خطير من النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإتقان العمل لا تقول لوضع المسلمين اليوم النبي ليس مسؤولا عن التخلف الذين عيشوا اليوم العالم الإسلامي اليوم بسبب ظروف سياسية يقبع في ظلمات معينة النبي عليه الصلاة والسلام ليس مسؤولا عنها ولا القرآن الكريم المسؤول عنها هم المسلمون أنفسهم هم الذين قصروا فعندما يأتيني دين يحرم القمار الميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يعني إذا أردت الفلاح والنجاح والحياة المطمئة إنما معناه تفلحون الفلاح لا يعني مجرد أن تنجح في قضية معينة لا أن تكون حياتك كلها سعادة ونجاح فالفلاح أقوى بكثير من النجاح طيب عندما يعني يأمرني أن أترك الميسر ويقول لي إذا أردت أن تعيش حياة طيبة مليئة بالفلاح والنجاح لعلكم تفلحون أترك الخمر والميسر طيب أنا عندما أقرأ الدراسات وبخاصة في جامعة ميرلاند وجامعات ألمانيا وعرضناها كلها معروضة على الموقع الإلكتروني يعني لا داعي أن أقول لكم بتاريخ كذا كثيرة جدا فقط أكتب على الإنترنت دراسات دراسات عن أضرار الميسر فقط وعلاقتها بتأثيرها يشبه المخدرات والخمر على الدماغ الذي يلعب الميسر ويدمن عليه تحدث مشاكل في الدماغ تشبه تأثير المخدرات هذا كلام علمي أيها الأحبة ليس كلام علمي فقط بل هذه حقيقة لأنهم قاسوا نشاط الدماغ بجهاز المسح براني المغناطيسي الوظيفي والصور موجودة وجدوا أن الذي يتناول المخدرات والخمر والقمار يحدث لديهم نفس الأثر نفس التدمير وبخاصة في منطقة القيادة والإبداع هنا الناصية بريفرونتالوب طيب أنا عندما يأتيني شخص يقول لي لا تلعب الميسر لا تشرب الخمر لا تزني طيب هذا شيء جيد أنا يجب أن أتبعه عندما يأتيني دين يقول للمرأة يجب عليك أن تضعي هذا الحجاب ليس ليحجب عقلك كما يقول بعض المفكرين من يسمى مفكر يعني الحجاب هو لمنع مرضى القلوب أن يفكر أو يتحرش فقط وليس ليحجبها على المجتمع بالعكس المرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقوم بكل شيء حتى في الحرب كانت تساهم فإذن القضية ليست قضية أسر حرية القضية قضية مصلحة يعني أنا لدي مثلا امرأة أنا لدي جوهر جميلة تحفى هل أضعها هكذا من هب ودبل أغلفها أضعها في شيء مناسب في غلاف يليق بها لحمايتها من اللصوص طيب يا أخي في أمريكا هناك مئات الآلاف من المحترفين المتخصصين باغتصاب الأطفال مئات الآلاف إذن أيها الأحبة كل التعاليم التي جاء بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تضمن لي السعادة في الدنيا طيب ماذا عن الموت الكتاب الوحيد في الكون حاليا موجود حاليا الذي يجعلك تشعر بالسعادة لحظة الموت وتتوق إلى لقاء الله هو القرآن العظيم لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة هذا لحظة الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تبعدون ما أجمل أن تأتي الملائكة لتبشرك بجنات تجري من تحتها الأنار طيب أنت أيها الملحد تقول هذه أوهم طيب ماشي أوهم أعطيني أفضل منها أنا سأقول لك فرضا هذه أوهم أعطيني أفضل منها الإنسان عندما يذهب إلى الطبيب يكون مصاب بالسرطان الطبيب الماهر هو من يجعله يعيش في أوهام أنه بصحة جيدة لكي لا يجعله يفكر بالمرض وكذا لأن التفكير بالمرض ينهك الجسم أكثر من المرض نفسي لنفرض أنها أوهم ولكن أنا هذا الكتاب يريحني طيب أعطيني أفضل أعطيني كتاب أفضل أما أن تقول لي عندما تموت ستتحول إلى تراب هذا مزعج ومخيف لأن الإنسان بطبيعته يخاف من الموت إذن أيها الأحبة أنا باختصار سألخص هذا اللقاء بكلمات قليلة أقول لكم أحبتي في الله هل السؤال لا تقول هذا النبي صادق أو غير صادق لا أنا سأعلمك كيف تطرح السؤال هل هذا النبي جاء بمعلومة واحدة بأمر واحد ضد مصلحتك أنت شخصيا تركني من الروايات والتاريخ والكلام هذا كله الآن الآن عندما يأمرك بالصلاة يأمرك بالزكاة يأمرك ببر الوالدين بالإحسان للجيران بالإحسان للأهل صلاة القربة إلى آخره هل هذه التعاليم فيها ضرر لك؟ أنا بالنسبة لي طبقت كل هذه التعاليم لم أجد فيها إلا الخير والفائدة وهي تتفق مع المنطق العقلي يعني هي مريحة بالنسبة لك غير متناقض شخصية الذي يطبق القرآن شخصية غير متناقضة الدراسات العلمية تقول إن الذي يلحد تكون شخصيته متناقضة يعيش صراع بينما ما هو مخزن في داخله ومبرمج عليه وبينما يعتقده ظاهريا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وإن شاء الله سأتابع معكم في لقاء آخر أو لقاءات أخرى هذه الأسئلة لتكون يعني عسى أن تكون وسيلة يعني تزيل الشك تزيل الحيرة عن بعض الحيارة نسأل الله أن يتقبل من منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته